وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 642 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات تصل إلى 950 طن وفي مجالي السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط 86 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 840 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط 24 طن أما في مجالي قضايا المخابز فتم ضبط 921 قضية من بينها 316 قضية خبز ناقص الوزن و300 قضية لخبز غير مطابق للمواصفات